موسيقى نواصل نواصل إحصاء الضحايا وفي الوقت نفسه سعف الجرح وإيواء من شرده الزلزال نواصل بما يملك المغاربة من عزيمة نساء ورجال نواصل بما للوطن من أجهزة سمتها الكفاءة والإيثار نواصل ومعنا قائد لا يخذل شعبه أبدا فكان السباق في تسير هذه الكارثة ونسج من الرباط إلى المناطق المنكوبة خارطة طريق للإنقاذ والبناء وبدمه الذي تبرع به وبرعايته وإشرافه المباشر على علاج المصابين ضمض شيئا من جراح تنزف منذ يوم الجمعة الماضي فكان بمثابة البلسم الذي منح الطمأنينة والأمل بعد هذه المأساة نواصل ونحن نرى كل يوم آلاف المشاهد التي تبعث على الفخر بمغاربة خط أجمل الصور في التلاحم والتضامن والإخاء ونحن نواصل سنخبر من سأل عنا أننا عائدون ننبعث من جديد فالمغرب أمة والأمم لا يمحوها فيضان أو زلزال أو بركان أهلا ومرحبا بكم مشاهدين نحييكم في حلقة جديدة من ملف خاص وفيها نواصل تغطيتنا المباشرة لمستجدات زلزال الحوز وآثاره الكارثية يحضر معي في هذه الحلقة الدكتور إدريس العساوي المحلل السياسي أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا ترحيب موصول أيضا بالأستاذ علي الغنبوري مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي أهلا ومرحبا بك مرحبا بك وينضم إلينا من جماعة مجات في إقليم شيشاو ومفاد قناة ميديان تيفي إلى المناطق المنكوبة الزميل محمد الشنتوف محمد أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا بك العزيز النوفل وتحية طيبة لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدين أبدأ معك محمد قبل ساعات قليلة من الآن في تمام الساعة الخامسة والربع كانت هناك ثلاث هزات تقريبا في منطقة أو المناطق المحيطة بأمازميز هل شعرتم أنتم في مجات أو في ششاوة بهذه الهزات الأرضية طيب زميلي الكريم نوفل هذه الهزات الارتدادية هي هزات تقع منذ بداية الزلزال وبطبيعة الحال باستثناء الهزة التي كانت في اليوم الموالي والتي أحسسنا بها فعلا في منطقة شيشاوة باقي الهزات التي نتابعها على مستوى المراكز التي تبين هذه الهزات فهي لا تتجاوز 3.5 وبالتالي ربما أحيانا 2.5 وبالتالي لا يتم الإحساس بها ولكن بالستناء قلت لك الهزة التي كانت في اليوم الثاني الهزة الارتدادية فتلك هي الهزة التي أحسسنا بها لكن على مستوى آخر فهذه الهزات لم تحدث أي تغيير على مستوى ما حدث فعلا هنا في المنطقة الخسائر التي يمكن أن نحصيها هي متعلقة بالهزة الأولى التي كانت طبيعة الحال قبل خمسة أيام وبعد تلك الهزة فالهزات الأخرى الارتدادية لم تكن خطيرة وهذا ما قاله حتى المحللون قالوا وأكدوا بأن الهزات الارتدادية سوف تتواصل لمدة على الأقل أسبوعين ولكنها ليست خطيرة بقدر خطورة الهزة أكيد أكيد محمد سنعود إليك ولكن هذا لا يمنع أن كانت هناك تعليمات لفرق الإنقاذ والمتواجدين بالمناطق المحيطة بهذه الهزات التي بلغت درجتها 3.9 على مقياس الاختر وسنحاول مشاهدين الكرام أن نتعرف أكثر على آثارها كيف حدثت ولماذا وصلت درجتها إلى هذه القوة وهل يمكن أن تتعرض هذه المناطق المنكوبة مرة أخرى لهزات ارتدادية ومدى قوتها ولكن سيكون ذلك مع الدكتور كمال أغرود الباحث في الجيولوجيا الذي سينضم إلينا بعد قليل ليحدثنا عن التفاصيل العلمية الدقيقة لهذه الهزة الأرضية التي شهدتها كأن أذكركم مناطق محيطة بأمازميست في تمام الساعة الخامسة إلا ربع أعود إليكم ضيوفي الكرام وأبدأ معك السيدريس العساوي نواصل اخترت لهذه الحلقة عنوان نواصل وبالفعل نحن نواصل نواصل بما نملك من قوة من عزيمة من إرادة من كفاءة من إثار من تضامن من تلاحم بين القيادة والشعب في هذه المأساة المواصلة أمر ضروري وبنفس الإيقاع والجدية وأيضا الرغبة في ربما الإسعاف والإنقاذ ولكن أيضا البناء أعتقد أنه المواصلة هي السبيل الوحيد للوقوف أمام هذه الكارثة لتضميد الجراح ولكن لنبعثها في أنفسنا نوعا من الأمل في أن غدا سيكون أفضل من البارحة لكن نواصل كذلك كما قلتم هي ضرورة ملحة بالنسبة لكل المواطنات والمواطنين خارج أي اعتبار كان أننا نحن عن ما نتحدث نتحدث عن هزة أرضية أتت على الأخضر واليابس قوتها أكثر من ثلاثين قنبلة ذرية كما قالت الصندي تايمز هذه فضيعة جدا ثلاثين مرة هيروشيما ونقزك يعني هذه كلها آثار لا يمكن أن نمحيها بجرة قلم بكلمة بإعطاء خطاب أو كلمة يعني كيفما كانت مسقولة لن نصل إلى قلوب الذين تضرروا نحن رأينا بأن الملك محمد السادس لما راح إلى مؤسسة محمد السادس بمراكش المستشفى الجامعي كان رجلا يقف وذهب ليعانق الذين نجوا من الكارتة يعانقهم بدون أي احتياط بدون أي يعني ما كانش نهائيا كيش بروتوكول حتى نهائيا يعني الحاج نهائيا شهدنا حاج شهدنا طفل شهدنا رجل كان يعانق هؤلاء الناس بكثير من الحب والمحبة والحزن والحزن الكبير إن هذا رجل هذا ملك يعيش كالرجل لما قيل عنه ملك الفقراء فهذا أضعف وصف يمكن أن نعطيه لهذا الملك الذي كان فعلا واقفا رجلا صامدا هو وعائلته وولي عهده مولين حسن كذلك كان حاضرا وشهد بعينه ما أصاب الشعب المغربي من أدى من هذه الكارتة نعم لهذه الزيارة بما أن تطرق لها السلعي ساوي قد أقول يعني مفعول السحر على أناس كثر ولقد شهدنا الابتسامة اتسامة تختلط بالحزن هذا أمر أكيد لدى المواطنين ولدى حتى أسر المكلومين الذين زارهم ملك البلاد يوم أمس وفيها أيضا رسالة لفرق الإنقاذ والإسعاف لأفراد القوات المسلحة الملكية لكل من هم مرابطين اليوم في أرض هذه الكارثة في هذه الأرض المنكوبة من أجل مواصلة العمل بعزيمة وأسرار من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وفي نفس الوقت رسالة أيضا إلى أننا عازمون على إعادة الإعمار والبناء وتطميد هذه الجراحة التي ما فتأت تنزف منذ مساء الجمعة الماضي السعلي أكيد أنا أعتقد أنه إلا بغينا نعطوشي عنوان لهذه الزيارة ولكل الخطوات التي يقوم بها صاحب الجلالة فهذا العنوان لن يكون إلا تلاحم العرش مع الشعب والتلاحم دل العرش مع الشعب دائما في اللحظات دل القوة ولحظات الانتصار الحقيقية اللحظات الوطنية دل المغرب ودل المغرب كان فيها هالتلاحم دل العرش مع الشعب وكان في التفوق دل الشعب المغربي ودل المؤسسة الملكية المغربية أعتقد أن الزيارة ربما هي شيء الظاهر شيء الظاهر ولكن الخطوات التي قام بها صاحب الجلالة هي أكبر بكثير جدا من مجرد الزيارة الزيارة هي الظهور العلني لهذه الخطوات والعناية المولوية بالضحايا وبأسرهم وبتفاصيلهم تفاصيلهم جراء هذه الأحداث الألمة التي وقعت جراء هذه الزلزال لكن صاحب الجلالة منذ الساعات الأولى ترأس جلسة عمل مع الوزراء ومع المدراء ومع المسؤولين المعنيين مباشرة بتدبير أطار هذه الزيارة وخرج بخارطة طريق واضحة لمعاني تتبدأ من الإسعاف حتى إعادة الإعمار كل تفاصيل لتدبير هذه الكارتة تم استحضارها في خارطة طريق ومباشرة بعد الاجتماع بدأت العمل وبدأوا المسؤولين في إطار تنزيلها سواء من إنزال الجيش سواء من إنزال الفرق الإنقاذ سواء من تنظيم المساعدات سواء من إطلاق هذه الدينامية بالتضامن وازدانت بالأمس بتبرع جلالة الملك بالدم في المستشفى الجامعي هناك في مدينة مراكش أنتقل مرة أخرى إلى جماعة مجرات في إقليم ششاوة ومع مراسلنا إلى هناك الزميل محمد شنتوف محمد كنت أول من زارة دوار تسكيتكا وسيلة إعلام ممثلا لقناة مديان تيفي أنتا والطاقم الفني المرافق لك يعني اليوم الوصول إلى منطقة منكوبة ولأول مرة كيف تفعل معك الناس هناك ما هو وقع الحال المعاش أيضا لا بأس ولا ضرر ولا درار أن نذكر السادة المشاهدين لأنه بالفعل كثرت الشكاوة إلى عدم وصول المساعدات أو فرق الإنقاذ لمجموعة من المناطق ولكن كما يقال فوق طاقتك لا تلام الله غالب كين طرق مقطوعة كين وعورة في التضاريس هناك والوصول قد يكون بصعوبة بالغة وإن وصلت المساعدات فإنها تصل عبر الطائرات والحوامات التي تلقيها من أعالي الجبال من السماء لتصل إلى الناس بانتظار أكيد أن يكون هناك يعني مساعدات تصل للجميع وأن تفتح جميع الطرق المغلقة في المناطق المنكوبة مشاهدك شهاداتك صورك التي ربما أرخت لها في هذه الزيارة في تكسيت محمد نعم عزيزي نوفل سأبدأ من حيث انتهيت فوق طاقتك لا تلام وهذا سوف أربطه بنقطة أساسية هناك فعلا الكثير من الشكاوى حول أن هناك يعني من لم يصل إلى بعض المناطق إلى آخره ولكن هذه الشكاوى وأكد لك أنها ليست صحيحة مئة بالمئة لأننا اليوم فقط تلقينا اتصالا من أحد الأشخاص يقول أنه يعني لم تصلهم يعني المساعدات وقمنا بالاتصال بالسلطات المحلية وبالسيد العامل وأكد لنا أن المساعدات وصلت إلى تلك القرية وذهبنا وتأكدنا أن المساعدات وصلت وبالتالي فهنا فهذا ربما قوس قد نفتحه لاحقا لماذا يعني نتجه إلى هذا الاتجاه للخداع ونحن في لحظة يجب أن نكون فيها لحظة صدق ولحظة محبة أما فيما يتعلق بزيارتنا إلى تيكسيت كأول فريق إعلامي يصل إلى وأول قناة إعلامية تصل إلى هذه المنطقة فأكيد يعني سكان المنطقة رحبوا بنا ترحابا كبيرا وفي ذلك رد وإجابة كذلك على المسألة المتعلقة بعدم وصول المساعدات إلى بعض المناطق أنا أعطي المثال بهذه المنطقة منطقة تيكسيت فنحن كنا ننسق مع السلطات المحلية منذ يومين والبارحة كنا في الصباح مبرمجين هذه الزيارة وبعد ذلك في الزوال ولكننا فقط زرناها في المساء وحتى الفريق الذي كان معنا فريق الذي قدم المساعدات الذي كان معنا من أندونيسيا وكذلك بقي معنا طيلة اليوم وقمنا بتغطيات مختلفة طيلة اليوم ونحن مبرمجين هذه الزيارة إلى هذه المنطقة وبالتالي السلطات تعمل طيلة اليوم حتى الساعات الأخيرة ربما الساعة الخامسة مساء اتصلوا به وقلوا لأن الطريق الآن سالك إلى منطقة تيكسيت ويمكنني الذهاب الناس هناك يستقبلون بحرارة عالية جدا كأول قناة كأول فريق مدى الأضرار مدى الأضرار التي خلفها الزلزال محمد هناك الأضرار التي خلفها الزلزال نعم قلت كانت رسالتهم نعم قلت كانت رسالتهم واضحة وهي شكرة لأنكم توصرين صوتنا لكي يعني يخففون عليهم تلك الأضرار الأضرار هي على مستوى المنازل يعني المنازل حطيمت بشكل كبير على مستوى المدرسة يعني أن الصورة التي أثرت فيها بشكل كبير هي صورة المدرسة بقيت فقط يعني هناك لافتات المدرسة لافت من أسس المدرسة إلى آخره يعني الأطفال سيبقون بدون مدرسة نتحدث كذلك عن المسجد نتحدث كذلك عن مجموعة من المنازل المحطمة بشكل كامل طبيعة الحال الناس يعني يبيتون في العراء وكان أبرز مطالبهم هي الخيام وفعلا منذ اليوم في الصباح يعني السلطات بدأت في يعني التوجه للمنطقة من أجل يعني إيصالها بالخيام والمعدات اللازمة المساعدات موجودة في قاع الجبل يعني بشكل كبير جدا ويعني هي كانت لحظة جميلة جدا طبعا الحال عشناها وتلك القرية هي من ضمن قرى أخرى الجميع ما يمكن أن نؤكده عزيز النوفل هو أنه بكل صدق أنا أنا شاهد على هذا الأمر وأقول ذلك بكل صدق هناك عمل كبير يقوم به الجميع الناس يعني هنا هناك من لا ينام هناك بل هناك أفواج تتناوب هناك أفواج تعمل في فترة صباحية هناك أفواج تعمل في فترة ليلية حتى يعني إن شاء الله تمضي هذه الأزمة وكما ذكرت في عنوان هذه الحلقة لنواصل أكيد يجب أن نواصل جميعا بصدق أولا ونواصل جميعا بأمانة ونواصل سواء كنك مواطنين متدررين يعني المتدررين في هذه الحالة أو كمتبررين وكرسالة بالنسبة للمتبرعين يعني هذه ربما حتى رسالة من طرف السلوطات هم يفضلون أن يتم التنسيق مع السلوطات من أجل توزيع المساعدات ومن أجل أن لا ندخل في أمور وهذا هو سؤال محمد فيما يخص المساعدات التي أثارت الكثير من اللغط وحول أنها العمليات غير منظمة وربما هناك من يعيق سير عمليات الإنقاذ والإسعاف فيما يخص سيارات الإسعاف أو الوقاية المدنية أو حتى أفراد القوات المسلحة الذين يتوجهون لعدد من المناطق المنكوبة أنت في جماعة مجرات وأتذكر في مراسلة سابقة حدثتنا بأن هذه الجماعة هي مدخل لمجموعة من الدووير من الجماعات التي هي بدورها منكوبة كيف يتم تنظيم عملية المساعدات وأريد أن أركز بشكل كبير أيضا على مسألة الإيواء الصور التي نتابعها في القنوات يعني مشاهد مؤلمة ومحزنة بشكل كبير جدا درجات الحرارة تنخفض ليلا لتصل إلى أربع درجات تقريبا وهذا أمر ضار وضار جدا بكبار السن بالأطفال مسألة الإيواء كيف تنظر لها على الأقل في المنطقة التي تتواجد فيها في إقليم شيشاوة هل بدأت؟ وأيضا مسألة تنظيم المساعدات من طرف السلطات والمؤسسة الفاعلة التي نتخر بها مؤسسة محمد الخامس للتضامن نعم البارحة عزيزي نوفل كنت مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن وكنت مع الجيش المغربي في تغطيتين مختلفتين سأتحدث عن الأولى والتانية بالنسبة للأولى نتحدث عن موضوع الأغطية وبنسبة للجيش نتحدث عن موضوع الخيام يعني الجيش المغربي في اليومين السابقين نصب حوالي ألف خيمة في المنطقة ولازال البرنامج متواصل يعني هذا من ناحية من ناحية أخرى على مؤسسة محمد الخامس فهي كذلك تقوم بعمل كبير ويعني هناك برنامج متواصل لتغطية جميع المناطق الموجودة هنا ولكن هناك مشكل مرتبط بالإنسان عزيزي نوفل لا يرتبط بالمؤسسات لا يرتبط بك أو بالأشخاص الصادقين الذين يريدون أن يخدموا وطنهم بصدق ولكن يرتبطوا بأشخاص أحيانا نحن أيضا لاحظنا هذه المسألة وكنا نناقشها كفريق ونقشنا هذه المسألة لاحظنا في الطريق أنه بعض الأحيان تحولت المسألة إلى ربما في بعض الأحيان إلى التسول يعني أنت تذهب وتجد أن أشخاص يقفون العربات ويقفون كذا إلى آخره لكن السلطة رغم ذلك تجدها تعمل جاهدة والنموذج في أدسيل الذي أريد أن أقدم كنموذج بالنسبة إلي قدوة في هذه المنطقة لأن المنطقة أدسيل وبالضبط في دار الطالبة في أدسيل يقومون باستقبال المساعدات وبتوزيعها بالتنسيق مع الشيوخ والشخصيات الكبرى الموجودة في هذه القرى وبالتالي فهذه المسألة تدبيرية مهمة جدا ونصيحة التي بطبيعة الحال أنا تحدث اليوم مع السلطات حول هذا الموضوع والنصيحة التي يريدون أن يوجهها إلى المتبرعين هي أن يحاولوا التنسيق مباشرة مع السلطات المحلية المسألة واضحة جدا مهما وجدت في الطريق من ومن 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 لأن هناك أشخاص يعني قد يوقف العربة الأولى ويستفيد منها وبعد ذلك يعودوا إلى نفس المكان وهذه مسائل لا أعتقد أنه هي مسائل ترتبط بالإنسان كما قلت لك ولا ترتبط بمؤسسات أو بستراتيجيات هذا ما يدفع محمد إلى تنظيم إلى أعتبار المقاطعة إلى تنظيم عملية توزيع المساعدات من مؤسسات يعني مأسسة هذا الفعل التضامني الذي يقوم به المغاربة كلمة أخيرة إن كان لديك ما تضيف لكي أذهب إلى ضيوف الكرام محمد تفضل ما يمكن أن أضيف زميلي نوفل أنه بطبيعة الحال كما ذكرت في عنوان الحلقة لنواصل وسنواصل إن شاء الله العمل كمؤسسات بقيادة بطبيعة الحال جلالة الملك محمد سلس نصر الله من أجل مغرب الغد مغرب نعمل فيه بصدق من أجل وطن أفضل شكرا جزيلا لك محمد شانتوف مفات قناة بديان تيفي إلى أقليم الشيشاوة إلى المناطق المنكوبة هناك كنت معنا من جماعة مجرات شكرا لك لفريق العمل الذي يرافقك في هذه التغطية التي تضع بالفعل تحت المجهر كل ما يحدث في المناطق المنكوبة كانت إشارة برقمها مهم جدا من زميلينا محمد حول ألف خيمة من وزعها الجيش المغربي القوات المسالحة الملكية رقمها مهم جدا في مرحلة تنخفض فيها درجات الحرارة في وقت نشاهد بعض الصور التي وأنت أنا أنت الغنبوري أي مشاهد قلس في داره مندفيه بظروف عيش جميلة ويشاهد النشرات ويشاهد المراسلات يتألم بكل ما تحمل الكلمة من معنى لأناس في العراء ولكن هذه أمور قد نضعها في سلم الأولويات لكي تكون استعجالية السلعيساء فعلا هذه القلوب يعني الآن لم تحس لم تعد تحس بأي ألم تعدين الألم ورحنا بأنفسنا في مناطق لم نألفها من قبل إن هذو أولئ إخواننا هذو أولئ إخواتنا كلهم كانوا على ما يرام كانوا في دواويرهم كانوا في مناطقهم يعيشون بسلم وأمان بين عاشية وضوحها كان وحد شخص حكى على أنهم داروا وجبة عشاء صلوا العشاء ومبعد صلاة العشاء داروا العشاء دي لهم باش يتناولوا جاءت الهزة الأرضية بعد ذلك عدد كبير إلا من قل كلهم راحوا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى كيف تريدوا أن نتعامل هذه هذه الأمور أعتقد بأن هذا امتحان للمملكة المغربية صراحة لملك المغرب لشعب المغرب من أجل أولا لنستيقض المغرب دولة تشتغل دولة لها استراتيجية لها توص ولكن أعتقد هذا الامتحان هذا الضرر سيجعل سيكون مناسبة للمملكة المغربية حتى تذهب إلى أبعد حد من تطوير وأدائها نعم السلعالي دور وأردت أن أصل لتضوء عليه دور القوات المسلحة الملكية المغربية كل الأجهزة درك ملكي وقاية مدنية هام وهم جدا في هذه المرحلة ولقد شهدنا بسالة عناصر وأفراد هذه المؤسسة التي نعتزو ونفتخر بها صدقني وكأنهم في معركة من أجل البقاء يخضونها ليس لأنفسهم ولكن لمن هم تحترك لمن هم في العراء يقدمون مجهودات أكثر من جبارة الإسعاف حمل ضحايا أو حتى المصابين على أكتافهم شهدنا كثير من الصور اليوم مرابطونهم في الميدان وأكدوا أيضا أن لدينا الحمد لله كفاءة حتى في إدارة الكوارث والمصائب من حجم زلزال المدمر أكيد أن دور القوات المسلحة في هذه الكارثة التي ألمت بالمغرب كان دور مركزي دور محوري دور استثنائي وبطولي دور استثنائي وبطولي بالمقارنة بشيئين أساسيا أولا طبيعة الأرض التي يخدموا فيها هي طبيعة جبلية مساليك وعرا شفنا في الرابطاج كيف ربما هذا ما رأينا في الرابطاج ربما رأيها فيها كان الطريق كان الطريق كان الطريق مناطق أخرى ما كانش ثانيا نتحدث على 6500 دوار نتحدث على عدد كبير للجماعات لأن الطبيعة للساكن تم في ذلك المناطق تتلقى 200 ساكنين هنا و300 ساكنين لهي و30 ساكنين في الجبل و40 ساكنين في الجبل دوار من هذا الزلزال اللي تعرف تدبير الرحمن حيث كان عندهم عرص دوار كامل خارج مش أحضر ذاك العرص ما رابطش عليهم ديك المنازل وبقوا على قيد الحياة وبالتالي التحدي اللي كان التحدي اللي كان هو أنه يكون واحد الوقت معقول باش توصل أولا للإسعافات وتوصل للمساعدات لهذا 6500 دوار يعني اليوم في نفس الوقت اليوم اللي عنده اللي كي يعتقد بأن المساعدات الفرق دي الإنقاذ ممكن أنها توصل في نفس الوقت وبنفس الواتيرة وفي نفس في نفس الآن هذا هذا ضرب من المستحيل نعطي أرقام اللي اسمحتي لي من يعني قوات الملكية الجوية كتر من 40 مهمة يومية تقوم بها طلعات جوية مثلا الـ AB2005 أو الـ ASA برواسون برونت مجموعة من المروحيات النوعية حتى التي تم استخدامها اليوم شينواك أيضا بين مدينة مراكش ومختلف المناطق المتضررة هناك أيضا على المستوى المناطق التي لا يتم الوصول إليها برا تنسيق كامل بين جميع مصالح القوات المسلحة الملكية لتقسيم المساعدات وفرق الإغاثة في نفس الوقت لدينا متابعة لقناة ميدي آن تيفي ونشكر كل الزملاء في الميدان متابعة لطائرة أيضا بعملية إنقاذ يعني كما تقول على الهواء مباشرة وكيف تتم تابع الصور تجنيد على مستوى العدة والعدد أمر لجي ألا فيه أرى تم استعمال درونا تم استعمال أحد التقنيات ولكن ساحة ساحة العمليات ساحة العالم العمليات مشتتة بشكل كبير جدا هذا كيف يفرض تحديات لتحديات خراء أرى شوف نعطوه واحد الحساب بسيط الفارق الإنقاذ والفارق الإسعاف في حد الأدنى ممكن يكون فيه 15 الفرد مثلا هذه 15 الفرد إذا ضربتها 6500 دوار تحتاج لأكثر من 100 ألف عنصر الإنقاذ هذا من ضرب المستحيل بتالي اليوم عليش تنقول أن المجهود التي تدير اليوم سواء الجيش الملكي أو الفارق الإنقاذ المغربية وهم الجهود استثنائي وبطولي أنا شوف اللي كيعتقد بأن المساعدات أو الإنقاذ ممكن أنه يوصل في نفس الوقت هذا مستحيل اليوم هنا هذه المجهودة التي تدير هذه مجهودة استثنائية بشكل كبير جدا بحيث أنه اليوم لدينا أكثر من 95% من المناطق المتضررة وصلتها المساعدات وصلتها الفرق للإنقاذ في اليومين الأولين صحيح في اليومين الأولين كان لدينا 95% من المناطق المتضررة نصب الخيام رأى تقريبا في هذه الأرقام في اليومين الأولين هذا عمل استثنائي عمل استثنائي بالمقارنة أولا بطبيعة بحجم الضمار للحق المنطقة أرى سبعة دراجة هذه أولا ثانيا هذه المناطق الوعرة المساليك الوعرة ثانيا هذه المنطقة لا تنضوش على واحد منطقة صغيرة تنضوح على هذه المنطقة الكبر من بلجيكا بشكل مرات تنضوح بهذه المنطقة ليش يستيقى جدا وبالتاني ما يتم القيام به هو استثنائي كيبقى في الإطار الموضوعي بل يتجاوزه إلى الإطار كما قلت الإطار البطولي لأن الناس تعملوا ليلة نهار بدون توقف بدون كلل بدون ملل كل إمكانيات مسخرة وكذلك هناك الهبة الشعبية التي تساعد بشكل كبير جدا شفنا مبادرات التي هي مثالية شفنا شفنا شباب التي تلقوا الانترنت شفنا شباب سنعود للتضامن ولهذه المبادرات فقط الإشارة كما تفضلت ترى مساحة إقليم الحوز بوحده ستلاف وتسعة وستين ألف تقريبا كيلومتر أو يسكنه ستلاف وتسعة وستين ألف نسمة ومساحته ستلاف ومائتيك كيلومتر يعني نتحدث عن مساحات شاسعة بتضاريس وعرة وعرة وبطبيعة سكانية متفرقة صحيح تحدثنا عن مساعدات والمجهودات الجبارة التي تقوم بها قوات المسلحة الملكية ولأن الشيء بالشيء يذكر أيضا وزارة التجهيز بما لديها من طواقم احترافية تعكف على فتح مجموعة من الطرقات ووفقت في فتح مجموعة من الطرقات التي كانت يعني مغلقة بسبب هذا الزلزال نتابع هذا الفيديو ثم نعود ترجمة نانسي قنقر أولا كان قدموا تعازيل لأسر الضحايا الفاجئة وكانتمنوا الشفاء العاجل المصابين وانترحموا على الموتى بالنسبة لتدخل المديري العام للطرق فمباشرة بعد حدود الزلزال يوم الجمعة على الساعة الحذية عشرة 8 شهو تنبير بدأت استعدادة تدخل وتسخير الآليات وتم نشر أول بلاغ على الحالة الطرقية الرابعة صباحا من نفس اليوم يوم السبت الطرق التي تضررت لدينا 20 طريق وكانت تدخل ديالهم على بعد كانت تدخل عبر 85 آلية بالسائق والمساعدة اليوم وحنا حاليا كانت توجد أمام مركز جماعات إغيل التي توجد بها مركز الزلزال وهو آخر مقطع الذي تمتحه الطرق المعبدة التي تنتهي منهم اليوم الثلاثة ربما مشاهدين الكرام صور لا تحتاج إلى شرح وتفصيل شاهدنا البيئة الطبيعة التضاريس حجم الصخور التي سقطت ورغم ذلك أكثر من 85 آلية على مدار الساعة أفراد بالجملة يقومون بعملية فتح هذه الطرقات ونجحوا بالفعل وليس ببعيد بل في مركز الزلزال إغيل سليسة هذا هذا الكلام وهذا الصور التي نرى هي من المعجزات التي نتحدث عنها وسعلي ذكر ذلك نحن أمام معجزات خطيرة جدا حيث أنه كيف تريد أن تعمل بآلية من هذا النوع في هذه يعني بهذه الأحجار هذا كل خطر وهذه الناس هذا يعني ضحاوا بنفسهم نهائيا هذه الناس ينتحرون من أجل الآخرين هذا هو الدرس الذي يجب أن نستوعبه أنه المغاربة الذين قاموا اليوم بهذا العمل يريدون أن ينقضوا إخوانهم وأخواتهم هم ذاتهم من حركوا الجبال لإنقاذ ريان هذه هي الروح المغربية كل من ذهب هناك روحه على كفح في البيئر نعم هذا الطفل الذي طح في البيئر كانت عليه قصة عالمية هذه أكثر منها هذه كارثة من الكوارث ولكن دائما لا ضربنا المثال أنهم حركوا الجبل هناك لإنقاذه في عمليات الحفر اليوم جبال تتحرك وليس جبل واحد من أجل فتح الطرقات وربما فتح المسالك والطرق يعتبر الخطوة الأولى في وصول فرق الإنقاذ والمساعدات فالمجهودات اليوم جبارة أعتقد أن من صرح عن وزارة التجهيز قال أكثر من 20 طريق تم فتحها ولا زال في العمل بقية أكثر من 400 كيلومتر هذا هو الرقم أكثر من 400 كيلومتر من الطرق التي تم أعزتها وتعبيدها هذا رقم رقم يبيل لك طبيعة المنطقة التي يضربها التي يضربها الزلزال وكيفية التدخل وهذه الشيرة تدعو على اليوم اليوم الخامس نعم ليس تدعو على شهرين ولا تلتشهور ولا ربما تدعو على اليوم الخامس نحن تدعو على اليوم الخامس هذا كلام بالتالي هذا لتيبيل المجهود الاستثنائي صح لتيبيل المجهود الاستثنائي احتى الأشخاص الأجانب صراحة أنا لا أريد هنا أن أذكر أي اسم الذين يأتون من أجل أن يعطوا دروسا للمغاربة نحن المستعدون أن يساعد المملكة المغربية لكن إذا طلب مننا كيف تريدوني أن أطلب منك وانا في هذا الوضع هذا كيف تريدون أن أفتح الأبواب على مصرعها لكل من أتى ودب كل من هب ودب ويدخل في هذا البلد من دون استشارة لأي أحد ستمتشر الفوضى حتى الإغاثة ربما تعاق دعوني إذا سمحت لي ضيوف الكرام أعود وإياكم إلى الخبر الذي أوردناه في بداية هذه التقضية المباشرة حول الهزة الأرضية التي كانت هناك في نواحي أمازميز والتي حسب ما يقال بلغت درجتها ثلاثة فاصلة تسعة ووقعت في تمام الخامسة إلا ربما معي كمال أغروض الباحث في الجيولوجيا من مدينة تطوان بداية أهلا ومرحبا بك سيكمال مرحبا بك وشكرا على استداثة سيكمال هل حدثتنا علميا كيف يمكن أن نفسر هذه الهزة الارتدادية من حيث الأثر ثلاثة فاصلة تسعة هل تمثل قوة تدعو إلى القلق ربما نعم بالنسبة للهزة الأرضية أو للهزة الزلزالية التي تدولت صباحا فهي هزة ارتدادية عادية جدا كنا تحدثنا عليها مسبقا لأن أي زلزال يتبعه هزة ارتدادية هي ما إلا هي إلا تحرير للطاقة الكامنة الباقية في الفوالق التي تحرقوا مسبقا أظن لا داعي الخوف لأن كلما كان الهزة ارتدادية ضعيفة كلما تحرط الطاقة وكلما القشرة الأرضية خدت استقرار دياله و والا هذه هزة ارتدادية عادية كما كانوا هزة أخرى محسين السيكمال تقدر تتكرر بالنسبة للقوة غير مقلقة وهل يمكن أن تتكرر هذه الهزات في المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال أو في رقع جغرافية ربما محاذية لها نعم هذه الهزات الارتدادية البؤرة تكون قريبة من البؤرة الأولى وبالتالي تقدر تكون في أي بلاسة في الأطلس الكابير لا يمكن توقع المكان ولكن هذه الهزات الارتدادية كانت متوقعة من الأول نعم أشكرك جزيل الشكر كمال عروض وأنت بحث في الجيولوجيا كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من تطوان هذه الهزات من المحتمل أن تتكرر في مجموعة من المناطق القريبة من بؤرة الزلزال بقية دقائق معدودة في البرنامج نريد أن نتحدث عن التضامن التضامن الذي اليوم أضحى سمة مغربية بامتياز والهبة التي قام بها الشعب المغربي من أقصى المغربي إلى أقصى صدقوني أبهرت وجعلت العالم في حيرة من أمره لأن هذه الكوارة الطبيعية بكل بساطة حدثت في مناطق مختلفة من العالم ولم يشاهد العالم ما يشاهده اليوم في المغرب صور اليوم حديث الساعة حديث العامة والخاصة ربما سليساوي تأتينا من أين تأتينا من أقديمنا الجنوبية العزيزة على قلوبنا قافلة للتاريخ من العيون والمناطق المحيطة بها مجموعة من الشاحنات بطريقة منظمة بلافتات تتحدث عن الهبة الوطنية وتعلوها صور صاحب الجلالة من أقاليمنا الجنوبية التي هي الأولويات في سياستنا الخارجية رسالة لمن يهمه الأمر هذه الرسالة فيها بلاعة غير يعني غير موصوفة كنا دائما وكان الملك في حد ذاته يتحدث عن ذلك لأنه ما بين الجنوب والشمال والشرق والغرب هناك شيء واحد وهي الوطنية يحب الوطن هي أنه هي احترام الآخر هذا ما يقوم به المغاربة الآن فعلا هذا الزلزال يعني لا قدر الله هو كارثة من الكوارث الكبرى إنه هي أكبر زلزال منذ قرد منذ قرد وقع في أين وقع في المملكة المغربية أعتقد بأنه هذا درس لنا جميعا أولا لنحترم البعض نحترم التاريخ نحترم الواقع صحيح ولكن جغرافية المنطقة فيها رسائل تتعدى العمل التضامني هذه الهبة الرائعة التي جاءت هذه القوافل من الشاحنات ساهم فيها مواطنون أفراد ومؤسسات من أين من العيون والأقاليم الجنوبية رسالة لمن يهم الأمر فيما يخص الوحدة الوطنية هي ثلاثة الرسائل في الهبة الوطن ثلاثة الرسائل متداخنة مع بعضها أولا دفاع الوطن ثانيا حب الوطن وحب الوطن هو التق يجي من تقف الوطن واتقف الوطن يتقف المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الملكية والشي الدفاع عن الوطن لأن ما يقوم به المغاربة اليوم كيحطوه في صنف أو في مرتبة الدفاع عن الوطن اليوم المغاربة هذه الهبة ديالهم انطلاقا من المنطق لسيد اليوم سواء في مواقع التواصل الاجتماعي سواء في الأوساط الشعبية في مختلف الأماكن هو أن المغاربة اليوم تدافعوا على وطنهم بحيث أن المغاربة اليوم يرفضون حتى المساعدات الخارجية لأن تقول لك بأن المغاربة قادرين أنهم يدافعوا على وطنهم قادرين أنهم يستهموا على وطنهم قادرين أنهم يتجاوزوا هذه المحنة الحب ديال الوطن كما قلت ينطلق كذلك من الثقة والثقة كما قلت هي ثقة في الوطن وثقة في مؤسساته وأعلى مؤسساته جلالة الملك وما يشكله من رمزية وما يشكله من قيمة اعتبارية عند شعب مغربي وكذلك هذه الهبة تنطلق عن الرسالة الأهم هي الوحدة الوطنية هذه الهبة الشعبية بينات بأن المغرب اليوم هو وطن واحد ولا مجالة نهائيا للحديث أو لأي نقاش متعلق خارج الوحدة الوطن رسموا خارطة الوطن بحدودها أكيدا خينوفل عندنا تضامن من وجدة تضامن من بركان من حسيمة من ناظر من طيطوان من آسفي من مراكش من جميع من الصحراء الأقليب الصحراوية كلها من داخل من داخل مغاربة العالم من بلدك من سمارة من سمارة من قلمين من طرفايا من جميع المناطق حتى لا ننسى أيضا مغاربة العالم أكيد أكيد مغاربة العالم صراحة ماذا فعلوا أغلبهم موجودين مثلا في فرنسا 2 مليون تقريب المغربية يعيش هنا هناك كان في إسبانيا كل المغاربة اشتروا بطاقات طائرة مباشرة في يوم السب في يوم الأحد وحضروا إلى المغرب ما هو همهم الوحيد هو المساهمة أولا مساهمة بالدم وبعد ذلك بالمال وبكل إمكانية هناك حملات لجمع المساعدات في بلجيكا موجودة في فرنسا في كل البلدان التي تتواجد فيها بدأت تمرع المالي بدأت تمرع المالي بدأت تمرع المالي في الحساب عبر الصندوق اليوم بشكل كبير جدا في الأوساط لماذا الإشارة لمغاربة العالم لأنهم ربما يتألمون أكثر منه اليوم حتى أنا اليوم لا بد أن أحيي كل وسائل الإعلام الموجودة داخل الوطن وأيضا من جاءت من خارج الوطن وتعمل بمهنية وبخلق عالي أحيي حتى منهم يعني يجندون وسائل تواصلهم الاجتماعي لأن كلمة فيديو صورة قد تحفز وتحمس ومغاربة العالم من الأكثر ارتباطا بوطنهم ويضربون يعني أمثلة عديدة جدا في الفرح وفي الترح في الصراء وفي الضراء ولذلك هناك هبة وطنية منهم تجاه أبناء وطنهم يشكرون عليها ودائما وأبدا أقول لكم ترفعوا لكم القبعات ولكن التضامن ضيوفي الكرام ومشاهدين الأعزاء له أشكال متعددة ولا يقتصر فقط على من ينتمون لهذا الوطن الجميل ويشعرون بفخر الانتماء تضامن تعدى الحدود حتى من المقيمين داخل المملكة المغربية من مختلف الجنسيات بدورهم تضامنوا كل على طريقته سأدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو وهو للموسيقار السوري الشهير ابن حلب الشهباء مازن الأيوبي الذي تنقل إلى منطقة قريبة من مركز الزلزال تحديدا دوار أقراض وفي ذلك الوقت جاءت صلاة المغرب فوجد الجامع الذي تدمر بعض الشيء وكانت فيه فقط المايكروفون والسماعة تعمل فقام بالآذان لصلاة المغرب متابع أشهد والله سيد سيد لد مغرب 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 اشتركوا في القناة أرض يرفع فيها الأذان ويسمع فيها صوت الدعوة للفلاح للصلاة سيحميها الله عز وجل وستنهض من جديد ما رأيك بي يعني هو يرحل من أجل إلى عالي الجبال مشينا للأقدام لتقديم المساعدة من أرض سوريا التي عرفت زلزال ليس ببعيد أيضا واليوم ربما مثل هذه المشاهد أيضا تمنح الأمل بأننا عائدون سنواصل أنا عندي اليقين تم لأنه الدولة المغربية المؤسسات الملكية المغربية والمغرب بصفة عام سيعود بشكل كبير إلى ما كان عليه لأن الدولة المغربية متقدمة في الكثير من المجالات متقدمة في المجال الاقتصادي في المجال التكنولوجي في مجال الفتح الباب مع إفريقيا هذا زلزال ضرب جزءا من التراب المغربي أعتقد بأنه لن يكون لا الأول ولا الأخير سيكون فاتحة خير على هذه الأمة من بين أيضا مشاهد التضامن الجميلة هي التي كانت بالأمس من جماهير المملكة المغربية في فرنسا من الجالية المغربية في فرنسا وجماهير كرة القدم بشكل عام لأنني أعلم الملياقين أن المغرب حين يلعب خارج أرض الوطن فإن لعبة في فرنسا جاءت جالية من بلجيكا وهولندا وغيرها من الدول كانت بالأمس أيضا مشاهد أكثر من رائعة لم يعزف النشيد الوطني بل قرئت الفاتحة على أرواح ضحايا الزلزال وقف الكل دقيقة صمت جماهير ولاعبين احتفل من طرف اللاعبين بهدف الانتصار الذي سجله أناحي في مرمى بوركينفاسو بالسجود لله عز وجل تقدم عميد المنتخب سايس باسم اللاعبين بتبرع بكل المنح المالية وصولا لكأس الأمم الأفريقية المقررة يناير المقبل في الكون ديفوار يعني التلاحم اليوم ملكا وشعبا مؤسسات أفراد جماعات ينتمون لكل الحقول وهذه هي المملكة المغربية المملكة الأمة أكيد أنا البرح استمعت في وسائل التواصل الاجتماعي لواحد المداخلة قام بها ساركوزي بخصوص المغرب مكرو مكرو لا ساركوزي ساركوزي بخصوص المغرب وقال فيها بأنني أحب المغرب ولكن أنا ما عرفتش علاش كان أحب المغرب لم يكن لديك تفسير هذا هو وجوهر المغرب هو أن الحب المغرب لا يقتصر فقط غير على أبناء على كل ما يحتك بالمغرب وكل ما يعيش مع المغرب وكل ما يعيش مع المغرب يكتشف بأن هذا الحب غير مفهوم ما يقوموا به المغرب اليوم لا أبقى فساركوزي شكتش نقال ميلانشان البلانس أكيد ميلانشان مغربي وستحضر لهم زلزال أقادير وما حدث وستحضر لهم الهب الوطني المغربي وقال لهم أنا بما معناه لا أستغرب ما يحدث اليوم في كورونا وسط البرلمان الفرنسي يقولون أنني أفتخر بمغربي بمغربي أفتخر بمغربي صحيح هذا جزء من التركيبة المغرب سير من الأسرار دومينيك دو فليبين يقول لك المغربي مبارك دولة مباركة الذي يمثل الأقصى اليميل في فرنسا يقدم تعازيه لجلالة المغربي لجلالة الشعب المغربي ويقول بأنه شعب متميز صحيح تلي هداء هداء ولا شيء حبابي الله الحمد لله المغرب وبركه واليوم نحن كنعيش هذا الهب كنعيش فخر الانتماء في عز المأساة الحقيقة إياه وليد الرقراجي قال مشاهدين الكرام الشعب المغربي معروف بقيمته شعب متواضع يعمل ويتمتع بقيما جيدة عندما نتعرض لأذا فإننا نقاتل من أجل النهوض مرة أخرى نعم قلناها مع وليد الرقراجي في قطر سنحتفل واحتفلنا واليوم غندروني يا وليد كما قلت ولكن أيضا بشعار وضعه الملك محمد السادس كمبدأ أساسي للعمل ألا وهو الجدية من أجل أن نبني هذا الوطن وبإذن الله نداوي الجراح ونعود كما كنا وأقوى السلعي ساوي في الغالب أنا عندي اليقين التام على أنه المغرب والمغاربة سيعودون إلى الواجهة سيعودون إلى الأداء الجيد إلى الأداء الطيب في كل المنابر في كل الجهات أنا فعلا هذا الزلزال هو من أفضع ما وقع للمملكة المغربية منذ سنوات كما قلت فهذه مئة سنة مجاش زلزال من هذه القوة هذه فكيفاش أنه المغربة ما غير تهدموش ما غير يمشيوش خليني نقولها بالدارجة المعروفة عند كل المواطنين المغربة سيكونون في أحسن حال بعد كل هذا طبعا الحال قلوبنا مع الذين غادرونا قلوبنا مع الذين نحبهم يعني مع الذين ذهبوا ضحية لذلك ربما كان هذا قدرهم مع الله سبحانه وتعالى لكن ما يتم تهيئه لهذا الشعب لهذه أولا المواطنين هو شيء جيد جدا تكلمت على الجيش على الدرك على القوات المسائدة على رجال مطافئ على رجال إدارة بصفة عملية الأسرة الطبية بكل مكوناتها كلهم بدون استثناء كلهم يقومون بأعمال بطولية أشكرك سيدريس العساوي المحل السياسي تعالي كلمة أخيرة لك فيه أقل من نصف دقيقة أقل من نصف دقيقة أنا أعتقد أن ما يقوم به المغاربة ملكا وشعبا وشعبا كي أكد بأن شعب مثل هذا مستحيل أنه تزموا زلزال بإذن الله سنقف صامدين في وجه كل الكوارث ونتمنى أن يلطف بين الله عز وجل ونتمنى للمصابين الشفاء ونتمنى للمكلومين تضميد هذه الجراحة التي يعني هي قضاء الله وقدره ولكن على الأقل كل حسب طريقة بإمكاني أن يخفف من المأساة ولكن أن يساهم أيضا في إعادة البناء وإعادة الإعمار لنقف مجددا لنصمد لنواجه كل هذه المآسي بقوة المغاربة التي عهد عليهم العالم أجمع عبر التاريخ ولنا دروس وعبر في تاريخ هذه المملكة الأمة الحافل وصلنا لنقطة الختام مشاهدين الكرام نشكركم على حسن المتابعة تغطية متواصلة حيث سنرحل إلى استوديوهاتنا المركزية في طنجة مع الزملاء هناك ونعود ونلقاكم في الثامنة ونصف مع حلقة جديدة من برنامج ضيفة تحرير تفضل بالبقائم اشتركوا في القناة